السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية وصفتنا اليوم عزيزي كثير لذيذة وصحية واقتصادية ما فيها لحوم ولا فيها دجاج وصفات نباتية وصحية بناء على طلب الأخوة والأخوات رح نبدأ بتحضير الوصفة الأولى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى عدس مجدرة أو العدس الأسمر وطبق من سلطة الخضار عدس المجدرة في البداية نغسله مرة واثنين وننقعه بالماء مدة نصف ساعة حتى ما يساوي نفخه ومن ثم نرفعه بطنجرة على نار متوسطة ونضيف له الماء ونتركه يغلي مدة عشر دقائر نصفيه من الماء ونحتاج كمان إلى طبق من سلطة الخضار من الكرومب والخس والنعنع والبقدونس والطماطم والرمان وممكن نضيف كمان الخيار والجرجير البصل الثوم شرائح الليمون حسب الرغبة وهلا بدي أضيف عدس المجدرة أو العدس الأسمر ممكن أضيف له قليل من زيت الزيتون قليل من حمض الليمون ممكن نضيف كمان قليل من دبس الرمان وهذا يبقى اختياري ولكن هذا الطبق كثير مفيد وغني بالفيتامينات وغني بالألياف العدس المجدرة فهو من أنواع البغوليات المنتشر في أنحاء العالم كانوا أجدادنا يتناولون في فصل الشتاء وجبة غذاء أو وجبة عشاء ولكن له فوائد عديدة كنا نتناوله ونجهل هذه الفوائد والميزات الموجودة بعدس المجدرة نذكر منها أنه ينظم مستوى السكر بالدم ويخفض الضغط ويعالج نقص الحديد بالدم وكمان يقي من أمراض القلب ويساعد على تدفق الدم في الشرعين وكمان يساعد في نمو الأطفال ويساعد في ضئ خفض مستوى السكر بالدم طبق كثير لذيذ ومفيد أتمنى تجربوا وصحة والإفعاء فيه ونبدأ عزائي بتحضير الوصفة الثانية بفيديو اليوم وهو طبق السبانخ بزيت الزيتون طبق كمان مفيد وغني وخاصة بهاي الطريقة نحتاج إلى السبانق وزيت الزيتون قليل من البصل وقليل من الثوم نحتاج إلى الملعقة من معجون الطماطم ملعقة طعام وملعقة طعام من دبس الفليفلة في البداية نخسل السبانق بشكل جيد حتى نتخلص من الشوائب والأتربة الموجودة فيه ومن ثم في طنجرة على نار متوسطة رح ضيف قليل من زيت الزيتون يسخن مع الزيت قليلا رح ضيف له البصل والثوم رح نضيف ملعقة طعام من معجون الطماطم ملعقة طعام من دبس الفليفلة وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والسماق والملح رح أستمر بتشويح البصل حتى يذبل معي ونضيف السبانق بالتدريج نضيفه بالتدريج حتى يذبل معنا ومن الضرورة عزائي أنه ما تتركه زيت الزيتون يغلي كثير لأنه رح يتحول إلى مادة ضارة مجرد ما يسخن معاكم نزلوا البصل أستمر بتشويح السبانق مع البصل وزيت الزيتون الريحة كثير كثير شهية ممكن نضيفه عزائي مكعب من مرقة الدجاج ممكن تستغنوا عنها وهلأ أريد أن أضيف ما تبقى من كمية السبانق أستمر بالتشويح يبقى تقريبا على النار مدة خمس دقاق هاي الطريقة كثير كثير لذيذة ونحتفظ بالمواد المفيدة بالسبانق لأنه ما سلقناه مباشرة شوحناه مع زيت الزيتون نغطي الطنجرة ونخفف النار نتركه خمس دقاق وهاي عندي السبانق استوى ما شاء الله ريحته كثير شهية وصحة ولفع فيه ممكن نزينه الطبق بقليل من حب الرمان وشرائح الليمون والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر من الضروري عزائي يكون الملح ملح صخري لأنه ملح صحي ومن الضروري تناول طبق شربة العدس وتكون الدهن بزيت الزيتون من الضروري عزائي أي طبق نتناوله يكون مضاف إليه بذور الشيه لأنها غنية بالبوتاسيوم وتأطينا طاقة إيجابية من الضروري يكون نصف الطبق خضار ونصف الثاني بروتين يكون الأكل صحي ونباتي لمن يعانون من مرض السكر ومرض الضغط وصحة ولفع فيه شكرا لكثير على المشاهدة والمتابعة ما تنسوا الله كذا أعجبكم الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة